حدثنا يونس عفان قال ثناغسان بن برزين حدثنا سيارو بن سلامة الريحي عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث نقادة الأسدي إلى رجل يستمنحه ناقة له وأن الرجل رده فأرسل به إلى رجل آخر سواه فبعث إليه بناقة فلما أبصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بها نقادة يقودها قال اللهم بارك فيها وفي من أرسل بها قال نقادة يا رسول الله وفي من جاء بها قال وفي من جاء بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت فدرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلاء وولده يعني ألمانيا الأول اللهم اجعل رزق فلاء يوما بيومين يعني صاحب الناقة الذي أرسل بها